محافظ جديد للبنك المركزي اليمني إجراء رئاسي لم تتفاجأ به الأوساط المالية والاقتصادية في البلاد على الرغم من أن الفترة القانونية لمجلس محافظي البنك الحالي برئاسة منصر القعيط لم تنتهي بعد القعيط وفقا لمصادر مطلعة كان قد تقدم أواخر العام الماضي للرئيس هادي باستقالته مرارا ما دفع بالرئيس هادي إلى إجراء مشاورات بشأن إمكانية قبول الاستقالة وتعيين محافظ جديد يأتي ذلك فيما قدم نائب محافظ البنك استقالته أيضا من منصبه ما يفسح المجال للرئيس بإجراء هذا التغيير لكن الجديد ليس في تغيير محافظ البنك بل في الشخصية التي استدعيت إلى هذا المنصب فقد اختار الرئيس هادي الدكتور محمد زمام محافظا جديدا للبنك خالفا للقعيط بما يحمله هذا التعيين من تحديات تتعلق بالبيئة السياسية المضطربة في عدن التي قد لا تبدو مواتية لأن يزاوي لازمام القادم من الشمال مهامه من مركز البنك في عدن بعد أن فشل سلفه الجنوبي في البقاء بالمدينة واختار بدلا من ذلك الإقامة في العاصمة الأردنية قرار الرئيس هادي على ما يبدو لم يأتي منفصلا عن دعم الحكومة السعودية التي تضع حاليا ثلاثة مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي وأولوياتها كما أولويات الحكومة وقف التدهور الكبير في قيمة العملة اليمنية الريال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر كان أول المرحبين بهذا القرار حيث سارع إلى تهنئة المحافظ زمام معربا عن أمله في أن يساهم تعينه في توظيف الوديع السعودية بما يدعم سعر صرف الريال والاقتصاد اليمنيين وقف تدهور العملة وضبط السياسات النقدية وتوفير أوراق النقدية الإضافية وإعادة الثقة للبنك وإنعاش الدور النقدية للعودة إلى معدلاتها الطبيعية في الدوران لا تزال هي نفسها الأولويات يأتي ذلك فيما لا يبدو أن الطريق ممهد أمام المحافظ زمام لتحقيق نجاح يتجاوز المنعطف الخطر الذي يمر به الاقتصاد اليمني في هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر